اشتركوا في القناة وبحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال في مملكة البحرين افتتح مجمع مراسي غاليريا أبوابه أمام مرتديه كأكبر مركز تجاري متميز بحلة فريدة وتصميم هندسي يحاكي آخر ما توصلت له علوم الهندسة المعمارية ليحظى باهتمام بالغ من قبل رجال الأعمال والمستثمرين ويشكل نقطة التقاء لكبريات العلامات التجارية على مستوى العالم زيارة سمو ولي العهد ورئيس وجس الوزراء كانت لمسة مهمة تدل على همية تطور الاقتصاد المحلي في البحرين ولكن كذلك لو ننظر عملنا خلال السنوات الماضية أنت تلاحظ أصلا مستوى النمو في الاقتصاد الوطني عندنا هنا في البحرين فنحن يعني مجرد انسائر ونمشي مع السياسات الحكومية اللي ما شاء الله لو لا تأثيرها الإيجابي نحن ما شاركنا ببناء الصرح مثل هذا اللي أنا في نظر المتواضع يعني لو أنت تتصور عندنا في الليل أنا أعتقد أجمل مركز في العالم والناس اللي بتسوي مراكز أنا أعتقد لازم يتعلمون من مركزنا في البحرين بالباركة في موظفينا في البحرين مقاولينا اللي في البحرين كل شغلهم هذا فلذلك إن شاء الله تتمتعوا أنتوا بزيارة المساحات الواسعة أمام الزوار والنمسات الفنية في التصميم والهندسة والعمارة جعلت مراسي غاليريا نقطة جذب استثمارية وتجارية مغايرة تساندها العديد من المشاريع التي اكتملت بها صورة الإنجاز والتطور الكبير الذي احتضنته من طاقة ديار المحرق كما استند عمل المجمع في مختلف مراحله على طاقات شبابية بحرينية واعدة أثبتت مكانتها ومهارتها بكل جدارة هذا شيء فخم وشيء شرف لنا جميع أن المستوى المجمع هذا أحسن وأكبر مجمع في البحرين موجود يطلع على الميناء والبحر ويحتوي على أوتلين يمين ويسار وفي مطاعم وأنا أعتقد أن هذا شيء جدا مهم لنا والبحرين مشاركة الشعب البحريني والتجار البحريني في تنمية الاقتصاد الوطني مهم جدا الافتتاح كان شيء كبير بالدسبة وإحنا سعيدين جدا أن هذا الشيء طبعا في البحرين وفي المحرق يعني في المحرق هذه أول مرة يصير هالحدث الكبير وإحنا اليوم جدا سعيدين بهالحضور الطيب في الافتتاح وهذا يعني افتتاح جدا كبير للبحرين يعني هذه عطي مجال للعمالة البحرينية وإحنا كمجموعة مجموعة الحواج ومجموعة أزادية تفاعل كبير واهتمام أكبر عبر عنه رواد الأعمال وتجار مملكة البحرين الذين أكدوا على اهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسعيه الدائم للارتقاء بمملكة البحرين من خلال دعمه المستمر حفظه الله للمشاريع التنموية والتجارية الرائدة التي تعود بالخير والنفع على الاقتصاد الوطني والرخاء والنماء على أبناء مملكة البحرين رعاية واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المجمع الأكبر على مستوى مملكة البحرين عكس ما يحمله هذا المجمع من تفرد كبير وتميز في التصميم والمساحات الشاسعة والمشاركة الفاعلة لأكبر العلامات التجارية على مستوى العالم يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين نحن قررنا نوسع عملياتنا ونأسس شركة يديدة يسمها بناء البحرين ونحط استمارات تقارب الأربع مليار دولار في مشاريع مختلفة في مملكة البحرين ما بين القطاع السياحي والسكني والترفيهي في مناطق مختلفة في مملكة البحرين ونحن نتفاقلين الأرقام تبشر بخير والنمو يبشر بخير وماشاء الله الحكمة في بحرين جلالة الملك ولي عهد الله يحفظه مسائريننا ومساهلين لنا الأمور فلذلك إن شاء الله نتمنى أن الله يقدرنا على العمل الطيب افتتاح مراسي غالرية اليوم هو حدث مهم في مملكة البحرين وهو يصف في السياحة التسويقية للمملكة البحرين يوفر محلات ذات جودة ومعروفة في كل مكان هناك بعض العلامات التجارية التي تأتي لأول مرة من خلال هذا المجمع وسيكون فعلا مكان يعني للتسوق والترفيه لجميع الأعمار فهذا لا شك إنها إضافة عظيمة هذه المجمع بيكون إضافة للمخطط العام للمخطط ديار محرق ونحن نشوف هذه كل الخدمات وكل المشاريع اللي يالسة تصير تخدم المشروع بصورة خاصة وتخدم البحرين بصورة عامة خصوصا من الجهة السياحية فبتكون وجهة سياحية بالإضافة للوجهات السياحية الموجودة من أول مثل سوق البراحة وسوق مدينة التنين سعيدين اليوم بفتتاح مجمع مراسي غاليريا ليعتبر نقلة نوعية لسوق تجارة التجزاء في البحرين وطبعا بفتتاح سمو مولي العهد الشيخ سلمان بن حمد الخليفة بفتتاح المجمع وطبعا كل التجار في البحرين سعيدين بمشاركتهم في المجمع ويعتبر عرس تجاري عندنا وطبعا افتتاح كان بحضور سعادة سيد محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إيقل هرز ديار وبكل الناس المهمة في البحرين يعتبر عندنا عرس تجاري وأهم حدث أنا سمي حدث الموسم الصراحة